الفاتحة الشيخ ابن عسيمين قال بدعة قال بدعة لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما عزه والصحابة كان بعزه ما كان بيرفعه الفاتحة لا بيقره الفاتحة لا بيرفعه أيديو إنما تقابل الإنسان العلماء قاله كالمقابلة الطبيعية أنت بتقابله طبيعيا كيف بياته صورة بتقابله بتسلم عليه بالصافح كذا بتبرد عليه المصيبة لأنه التأذي في النهاية تصبير له وتهون عليه الأمر والمصيبة والرفع الفاتحة دي لا ترفعه إنت ابتداء ولا كما أنت جامل زول زول يقول لك يا أخي مجامل ما هو رفع يده أنا رفع معه لا رفع يده ما ترفع معه عشان تعلم المجتمع السنة المجتمع يتعلم السنة مش حرام هي بدعة العلماء قالوا بدعة على أي حال يا أخواننا سبحان الله هي الدعاء أصلا هنا في الموطن هذا ما موطن دعاء الموطن الموطن تصبر للحي كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولا تحتسب لأنه أصلا هنا الموطن بيقتضي التصبر الحي والدعاء برضو ممكن لكن الناس اللي بيعملوا لأنه ما دعاء ولا كده بس في النهاية حاجة الناس شافوا المجتمع بيعملها بس بيقوا بيعملوها فإنت كذول سني علم الناصيخ الاغتداء بالسنة علمهم الاغتداء بالسنة فأنا شايف شفت كثير يعني في مجتمعات صعبة مش مجتمع زي دا الآن المجتمعات بيعملت فهمة الأشياء دي في مجتمعات كانت صعبة جدا لو ما أنت جيت رفعت الفاتحة ممكن ما يستقبلوا منك العزازاته ما يستقبلوا منك إلا ترفع الفاتحة فشفت والدي ربنا يحفظه زمان زمان الدعوة فيها مشاكل تقيلة جدا ودي بيعتبرها لك زي الكفر بالله يعني ما رفعت الفاتحة وكفرت بالله واحد فبيجي داخل بيت العزام يمبره هناك شفت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب ويمشي على الزهر يسلم عليه وسلم على البقية وبمره بيمشي يعني مسألة أنت بتعلم الناس السنة بعد شوية خلاص أول يستنكروها ويشددوا عليه وكده لكن مرة الأيام والناس وعت وبدأت تفهم ودعلمت السنة بيك كثير من الناس يعملوا كده يعزيك التعزية الشرعية كويس يا أخي الشيخ ابن عسيمين وجدت له فتوى في الفتاوى مش مسألة فقط التعزية حتى مسألة مش ربع الفاتحة كونه يعزي بعد الدفن يعني يجي للناس في مكان المصيبة في البيت بتاع الوفا ويعزيهم قال ما بيجي وإن كان التعزية ما بنت انتهي لكن قال ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بعد الدفن لاستقبال العزاء ما كان يجلس توفي له من أبنائه من توفي في حياتي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس العزاء كويس فدي أمري زايد كمان خلي كمان واحد يرفع الفاتحة واحدين يا شيخ بيقعد في بيت الفراش كم يوم بيده قونه وانصار سنة قاعدين في بيت الفراش أيام قاعدين معاهم ده بيكضي بيهاي وده بسيف تنباك وده شاي الجريدة وده شنو قاعدين معاهم في بيت الفراش هذا من النياحة ومن الكبائر من كبائر الذنوب فعموما نحن أطلنا المجلس فأخيرا أشكر القائمين على تنظيمه واللي الصدفون في بيتهم عمنا وشيخنا عتباني وأولاده وبقية الإخوة اللي نظموا بقية الملتغيات العلمية والمجالس أشكركم جميعا على حسن الاستضافة والاستماع وأكتفي بهذا القدر أصلي لهم وسلم على نبينا محمد على أعلى وصحبه وصية القحطان